ابني بيخضب ده عنوان حلقتنا ابني غبان ابني قلقان ابني خايف ابني متوتر ابني مكتئب ابني زعلان ازاي نفهم اولادنا وقت الحالات المشاعرية دي وقت شعورهم بالامر ونصرف ازاي وإيه اللي اقوله بحيث ان انا اكسب اولادي ويبقى بونت اصلاح ويبقى عندي يعني كده نقطة في رصيد قلبي وقلبهم ومشاعرنا مخسرهمش انا عايزة في تربيت اولادي مخسرهمش الحلقة النهاردة بنبهتاني حلقة مهمة جدا ازاي نفهم مشاعر اولادنا وازاي نصرف معهم بطريقة ما نخسرش فيها لا فهمهم ولا استجابتهم ولا ان هم يسمعوا مني كيف تقولك ده بيسمع ليش كلمة ده مهما تقول ده انا فوادي هو فوادي ده انا مهما اعمل لكن تعالوا نتعلم النهاردة النهاردة ان شاء الله ان شاء الله عمل للكوا بقى يا عارفة تدريبات وتردوا عليها وورق وقلم كده عشان هيبقى فيه وراش عمل هحاول بقدر المستطاع ان احنا نعملها على الشاشة يبقى الخط بنا كده ايه بعملكوا اي كونتاكت اولاين فخلونا مع بعض نبتدي كده باسم الله ونقول ان لو عايز ابنك يتصرف صح وتبقى يعني مشاعره ده انت فهمها لازم الاول عشان ابنك يتصرف صح لازم تكون مشاعره صحيحة عشان لو مشاعره صحيحة ايه اللي هيحصل هتبقى سلوكه صحيحة لازم الاب والام يفهموا مشاعر الاولاد غضب على ارتباك هنفسر الكلام ده كله النهاردة لو كانت مشاعرهم صحيحة وفهمينها والمشاعر يعني بتوصف فعلا الحالة الشعرية اللي فيهم هتلاقي سلوكهم بقى صح طبيعي خلصة الحلقة مشاعر صحيحة سلوك صحيح انت تعمل ايه افهم وتقبل هنتعلم بقى النهاردة ازاي المنظومة الثلاثية دي تبقى مع بعض وتديني اعلى نتائج فوق المية في المية المهم ان احنا ننفذ ونحاول ان احنا فعلا ننوي كده نية خالصة لله يا رب احنا بنسمع الحلقة دي وهنسمع الكلام ده وهنقول التدريبات مع بعض ونتعلمها ونتدربوا عليها بغية ان احنا نسأل عن الرعية فنكون فعلا ووفينا حقها وفي نفس الوقت انا عايز اولادي صالحين هو ده المستهدد وعايز اولادي بنفسية سوية ما احناش عايزاهم متطربين ولا بصوا ده انا هقولكم ان الحاجات الكرسة جدا لو ما عملناش الاداة بتاعت النهاردة دي وما اتبعناش الاسلوب الترباوي بتاعت النهاردة ده بعضوا بقى يتركموا 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 وبعدين يقوموا حاجة صغيرة كده تقوم جايب بصوا الكون كله متأمر ضد دي ابو يا او مش ام دول دول مش ابو يا او ام الحقيقيين انا كنت استحقق ابو ام انا بكرهكم وتبتدي المشاعر العدوانية المشكلة يا جماعة ان الاب او الام ما بيتقبلوش مشاعر اولادهم دي حقيقة حقيقة وهقولكم ازاي وكلنا معظمنا الى مراحمة ربي بنقع فيها وكلنا انا اول واحدة وقعت في الموضوع ده وانا عندي بال ايه يعني ماكو في حسن هب على طول قدي الحل كزا انت مش عاجبك ده قد ده لا في خطو قبل ده تعالوا نتعلمها مع بعض النهاردة بصوا بحب دايما ندي امثلة عشان تبقى الدنيا جميلة كده مع بعض ماما انا تعبان هي بقى تعبان ايه يا ابني ده انت نايم طوله النهارة 12 ساعة ولسه صاحي ايه ده يقول لا لا والله هلعزون انا تعبان انت مش هستباية انت عالم لانها دي امضل كده انا تعبان ومش قادر هي عملت ايه هي انكرت عاليها المشاعد بالله عليكم خلو بالكم لا انا بقولو النهاردة انكرت المشاعد خطورة رفض مشاعر أولادنا بتبقى كبيرة جداً جداً وقصارها سلب جداً جداً عليهم ليه؟ هم كمان بص يحصل لهم إيه؟ حاجتين أول حاجة لو أنا رفضت مشاعره أو السياسات بيها أو أنكرتها إيه ده؟ ما يتحقق مش من حقك إنك تزعق مش من حقك إنك تغضب بص بعملي بشوش فكره يقول إيه ده؟ هو أنا صحيح مش تعبان؟ هو أنا صحيح مش حاسس بالأحاسسة؟ بل أنا حاسسوا ده إيه؟ طب إيه لأنا فيه ده؟ تشويش الأفكار والأمر الثاني الخطر لما بيرفض الولدين مشاعر أولادهم بص بيعودهم على إيه؟ تجاهلوا هم كمان الولد والبنت بيتعودوا إنه يتجاهلوا مشاعره ما يسقوش في نفسه ولا في مشاعره بص بقى ونبتدي بقى سلسلة تانية خالص بقى من عيوب السلوكيات بقى وأمراض النفس بقى وأنا مش فاهم مشاعر أو أنا كمان هتجاهلها متألمة هتجاهل الألم مجروحة مش عارفة غضانة هتجاهل ويبقى إنسان إيه؟ يعمل كده زي ما بعمل لكم كده لو طول توطي كمان كده هو خالص ويبقى بعيد خايف من كل مسبب خارجي بسبب إن أنا ما تقبلتش خلوا بالكم عشان كده بقول لكم النهار ده حلقة مهمة جدا جدا ماما أنا حرار وعتخلع الجاكت بص الجو بردو بص وشوف ماما أنا زهيتها من الشرح بتاع الفيديو ده ده وحش تعملها حتطلي فيديو شرح وحش تقول له ده جميل ده بص كلامه سهل إزاي؟ تلقي بقى فتع مخ فتع مخ خليك تفهم تبقى كمل الشرح بص الوادي يحصل إيه؟ يفقد ثقة خلاص أنا حاس أن أنا زهقان في ملل لا ما فيش ملل بنشوش على أفكاره بدل مساعدهم وإن إحنا نصدق مشاعرهم ونحط نفسنا مكانهم ونشوف هم عايزين إيه بالضبط لأ إحنا ككبار كمان مش حسين بالمشاعر دي ولا هم في دماغنا أصلا المشاعر دي حقيقي ده أنا بنكرها عليهم بصي بدل ما نتجاهل أو ننكر عليهم المشاعر نقول مثلا إيه في الموقف بتاع ماما ده نقول إيه؟ ماما أنا تعبان أرد أقول أنت حاسس بتعب؟ معينك نمت ساعات طويلة بس أقول لي حاسس بتعب إزاي هم؟ همدان مثلا ولا إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ تفهمت مشاعر تفهمت وبعدين نشوفها نعمل إيه؟ إحنا ما بنعملش كده إحنا على طول بنروح ندي الحلول على طول وكذا 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 بلغي عضل التفكير بلغي تقبله للمشاعر اللي هو حاسس به بس ما نكرش عليه إحساسه أبدا الرد مثلا على موقف ماما أنا حران أنا جايبا لكم الموقف في الرد ونعمل إيه؟ عشان بصوا مش عايز حجاج بقى مش عايز حجاج الحلقات دي يا رب تبقى في مزان حسناتنا وحسناتكم وتبقى شاهد لينا مش علينا ماما أنا حران أنا عاوز أخلع الشاكر حبيبي أنا عن نفسي متكتكة من البرد بس بص أنت حران دي طب تعالى إيه؟ أول جملة خلي بالك دي أول جملة لازم تتقال منكرش علينا حران إزاي يا ابني ده الجوة مش عارفة كاب مفرد يا هو جسم جايب حرار ولأ وكمان بقى إيه؟ أفهمه لما أنا أقوله أنا متكتكة والدنيا برد طب إيه؟ بعد كده أنا أخد الحلول أنا فهمت أن أنت حران ماشي ده يوصله إيه؟ خلي بالك أن في أحاسس مختلفة ومش شرط أبدا أن كل الناس بتشعر بنفس الإحساس اللي أنت حاسه بالحر اللي أنت فيه ده أبدا ده فيه ناس متكتكة ودي فيها اختلاف النقطة دي مهمة جدا جدا أن الناس مختلفة فيه اختلاف في مشاعرها لما يتعلمها هو صغير مش هتطرع عالج فيها لما يكبر ولما بقى عارفة يتهم غيرهم ده مش حاسين بيا ده ناس عدمت الإحساس أو لما يجي يزعلوا مثلا ويلقوا حد يجاب في المشاعر أو مش حاسس بنبع أو مش متأثر بيكتئبوا وبيمرضوا ولك لا 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 ده مش عمرهم ما هيبضل ده ناس قاسية ده أنا اللي مختلف عن الكون لا ده هيكونوا فاهمين من صغرهم أن فيه حاجة اسمها واحد يحس بمشاعر والتاني ينفع يختلف معاه في المشاعر وفي الأحاسيس دي كل واحد مختلف عن التاني وده شيء طبيعي وبعدين بقى تعالوا بقى إيه ده تفهمت تعالوا بقى الخطوة اللي بعديها نعمل إيه نتفاوض طب نفتح السوستة يبقى الحر عمل شوية طب نجرب كم كده تخلعه ونشوف إيه هتحس بالساعة ولا إيه الوضع في بدائل تبقى ديه خطوات لاحقة المهمة قبلها إيه أفهم وأقبل مشاعر ابني ومنكرهاش أبنا أنا تيجي بقى أمي بص بقى فزلوكة جميلة كده عجباني الأمهات اللي بيعودوا يفكر دول تقولك إيه دول صغيرين دول مش فاهمين حاجة ومش عارفين أصل مصلحاتهم وبعدين لو سمعت كلامه هيتعب ويايا ونصرف علاج بعد كده وبعدين كده لا لا كل اللي انت بتقوليه من حلولة حلها أو أقنعوا بيها دي خطوة لاحقة لتفاهم وقبول المشاعر والعزيز بتاعتهم يبقى نفهم الأول وبعدين نقنعهم ونشوف بقى الأساليب بقى زي نتعلم تدرج الأمور قدلوا مثلا بدائل الخطوات بتاعة العلاج السلوكي اللي احنا بقلناها في أدوات التربية الميتين حلقة اللي فاته كل ده رد فعل لاحق أول حاجة نكون ايه متفقيني أن أنا متقبل مشاعر في مشكلة تانية عايزة أتكلم فيها المشكلة التانية اللي بتواجه الأباء والأمهات في موضوع تقبل مشاعر قل لك آه ماشي ممكن نتقبل اللي هو بيقوله ونعب بعد كده نشرح الأمور بس يقول لك ايه النقطة الأولانية لما ابني يقول ومحتاجة مش تدريبه بس ده محتاجة تدريبه جهد على فكر لما ابنك أو بنتك يقول لك ايه يجي مثلا يقول لك مشاعر تغضبك أو يقول تعليق على شخص مثلا أو يعيب فيك انت شخصية أو يعيب في شخص انت بتحبه مثلا أنا بكرهك انت ما انتش انت أب ظالم أنا مش بحبك عشان انت بتحبه اختك ترميني أنا بكره بص جدتي دي بقى أنا بحبهاش عشان بتقعد دايما ما عرفش تعمل فيه ايه وتسوي ايه وتقول ايه ويقول كلام طبعا الكلام ده رد فعل لازم يعني يكون رد فعله تجاه الامر ده متقبل هتقبل ازا هو بقول حاجة تغضبني اه يبقى لازم انت توزن رد فعل رد الفعل لازم يكون موزون ولازم احنا نتقبل مشاعرهم حتى لو بالغضب اللي هم فيه ده بيفرق تماما لما يقولها واحنا متفاهمين الامر اه ده محتاج تدريب اكتر طب اقول ايه اقول في الرد هو انا اكيد متفاهم مشاعرك دي على فكر لان التصرف اللي حصل كان وضح وظاهر منه فعلا انك انت ممكن تستاء ممكن حد يستاء فعلا ويغضب لكن